اشتركوا في القناة نظرة للمستقبلية لأي شيء آخر خلال الفترة اللي جاية؟ ربنا يكرم إن شاء الله طبعاً انت عارف المدرب بيبقى شنطته جنب الباب حطتها جنب الباب كامستان بص انت اضعف حلقة في المنظومة لأن أي مشكلة المدرب أي حاجة المدرب الإدارة مش عاجبة حاجة المدرب فالمدرب ده هو بس احنا عندنا كفاءات جيدة جداً يا كابتن حتى في الجيل بتاعكو ده فيه كفاءات من الموديلين الفنين جيدة جداً في مصر كلها الحقيقة ولكن أنا بشوف إن المدير الفني في مصر مظلوم جداً جداً التأدير وحش التأدير التأدير والتقييم والتقييم كابتن إسلام أنت عارف لسات المشروطة انطور الله رحمك أنا طلعت خطة الرخصة A و B من أوروبا على فترة يعني أخذ رخصتين ال A و B وأخذها من أفريقيا وأخذها من أوروبا لكن وفيه ناس معهاش رخص أزالهم بشتغل صحيح ربنا وفقهم بس أنا بأتكلم في إيه إن التقييم إحنا عندنا كمان حتى الدوري يعني أنا لما اشتغلت من سنتين في عمان في دوري المحترفين هناك أول حاجة سألوني عليها أنت معت رخصة إيه مش من أفريقيا من أوروبا قلت لهم آه قالوا لي إيه بعت السيفي فالحمد لله ومسكة فرقة هناك اسمها بأهلة العماني كانت لسه صعدة وبتنفس على الهبوط خلتها مركز سادس الحمد لله في الدوري المحترفين كويس جدا الحمد لله آه ها هو تأدير آه هو تأدير هل تفتكر إن بس المدربين ده موضوع مهم جدا وصعب جدا في نفس الوقت لإنه هل حضرتك تفتكر إن المدربين أصبحوا آه فريسة للوكلة آه ما شفت على طول آه 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 فعلا آه في مشكلة كمان أنت لو ما أخدتش من وكيل مثلا أعرض عليك لعب واثنين وثلاثة واربعة وديبة تعرض لها كتير واللعيبة ما تبقاش مناسبة لي تلاقيه بقى بيهجمك على الفيسبوك ويتكلم عليك كلام مش كويس آه لا 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 على طول تكلم عليك ويودكش لو جاله بقى ويتهمك اتهمات بطلة بمنتهى السهولة آه لكن الحمد لله انتعرف الواحد شخصية الواحد طبعا يعني برضو الصيت بتاع الواحد في المجال سواء أنا أو غيري يعني فالحمد لله الناس عارفة مين الكويس ومين المش كويس حي طيب خلينا بقى نروح وننتقل إلى مباراة الاهلي النهاردة شفت هذه المباراة زي أمام الفريق المحلة فريق المحلة فريق جيد على ملعبه دايما بيبقى بشارس وبيبقى وبتبقى الأمور صعبة جدا ولكن الحقيقة بوجهة نظري النادي الاهلي النهاردة قدموا مباراة رائعة على الأقل في الشوط الأول يعني أنا شايف أن الأهلي في الشوط الأول عمل شوط ما تعملش من سنين أوكي من أيام موسيماني أوكي يعني من أحلى الأشواط اللي شفتها لنادي الاهلي النهاردة عايزين نقيم الموضوع من بدايته فضلك مشاكل المحلة اللي حصلت لسه كنت أسألك الأهلي وبعد كنت أسألك المحلة هل المشاكل دي أثرت بشكل سلبي؟ جدا جدا طبعا مع تفوق النادي الأهلي النادي الأهلي النهاردة بصراحة عجبني جدا ضغط مستمر من فوق مع إصرار المحل على أنهم يحضروا من تحت أوكي معلش يعني أنا برضو لازم أنا مدرب زكي أنا شايف النادي الأهلي فائق قوي وبيضغط من فوق بالرباع الهجوم اللي عنده صحيح فطب ما حضرش خلاص أنا أنقل الليهب على نصف منعبه على طول بكور طويلة هناك أحضره و أعمل اللي أنا عايزه نعم أو هناك أعمل اللي أنا عايزه بالزبط يعني أنقل الليهب على يعني أبعد أبعد الكورة عن نصف ملعبي لنصف منعب الأهلي وهناك أحاول أشتغل على كده لكن دي سيناريوهات لازم المدرب يحطها لأن ماليش أنت بتلعب النادي الأهلي أوكي نادي يعني أحسن نادي في أفريقيا فالمفروض أننا متوقع أن ممكن نادي الأهلي يضغط عليها فأكون محضر البديل اللي هو الكورة الطويلة اللي قدر أستغلها و قدر ألعبها على المهاجم و قدر أحط نفسي في نصف منعب بس ده ما حصلش لا ما حصلش دي غلطة للمدرب دي غلطة من المدرب طبعا أنه مش حاطة سيناريو تاني هو المدرب كان فقد التركيز يا كابتل لأنه كان حيروح نادي تاني وبعد كده رجع هل ده بيفرق؟ أكيد أكيد المنظومة كلها فقد التركيز في نادي المحلة على فكرة أنا كنت من أنصار أنه يمشي فعلا؟ على طول يمشي على طول بقى مشي يبقى تفضل بالضبط لأن أنا مشي بس مع تحقيقه لهذه النتاجة كابتن برضو؟ ولا معلش هو معلش مين اللي إحنا عرفنا إمتى إحنا عرفنا مع تحقيقه النتاج المحل المحلة أكبر منه أنا ده رأيه اسم المحلة يعني اسم المحلة أكبر منه نعم فالمحلة ظهرتك أنت جاي بقى بعد كده تقول أصل أنا عندي أصل أنا عندي لا مع السلامة مع السلامة مع إيقافه بالليحة آه أنهم ميروحش نادي تاني الضبط لكن يرجع ويتم استقباله استقبال الأبطال أنا دي بصراحة عليها مئة علامة استفهام دي أثرت على نادي المحلة وعلى لابة نادي المحلة وعلى جمهور المحلة طبعا لأنهم تفاقلوا قوي وقدوا لنفسهم الحق أنهم خلاص هما كذبانين المباراة هما نازلين المباراة أنهم كذبانينها كذبان لقالي؟ آه المحلة كان كل كلامهم لو لاحظت على السوشيال ميديا كله بيتكلم إحنا هنكسب الأهلي إحنا هنبقى الأول إحنا إحنا لا هو طموح مشروع لكل فريق طموح مشروع آه لو بالحالة الطبيعية اللي كانت موجودة في الفترة اللي فاتت لكن ما قبل هذه المشكلة بالزبط كده أوكي يعني حضرك شايف أن هذه المشكلة أفترض بشكل سلبي على المحلة وحتؤثر عليه خلال فترة اللي جانب مع تفوق النادي الأهلي النهاردة لا طبعا التوقف التوقف يعني أنا شايف أنه فاد النادي الأهلي كتير جدا جدا لعيبة الأهلي كمان ابتادت ترتاح عن السنين اللي فاتت السنين اللي فاتت كان ضغط مباريات ضغط مباريات على طول فكان ده بيأثر على النادي الأهلي الراحة اللي ابتاده ياخدوها كتير مع الشغل بقى يعني معلش أنا أنا كنت منتقد مسيماني في حتة أنه يدي راحات كتير وبالأربعة عبر السبعة أيام والثمانة أيام وما فيش تمرين أنا بحس أنه كان البدني واقع عند النادي لا السنة دي كولور كان عمل شغل كواس قوي سواء فني أيوة سواء فني أو بدني من الناحية الفنية يعني إحنا مثلا فجئنا النهاردة ده وكانت مفاجأة يا كابتن ما أتحكش عليك أن بيرسيتاو يلعب النهاردة أنا اتفاجأت زيك صح؟ يعني أنت لو قعب تفكر عمرك ما هتلعب بيرسيتاو يعني هتلعب يا شريف يا شادي تمام صح؟ صح فجئنا بيرسيتاو قبل كده فجئنا بكريم فؤاد ده معناه أن المدير الفني ده يعني أنا دلوقتي شوف إحنا بقى أنا مثلا دي 8 ماتش أو 9 ماتش الكولر مع النادي الأهلي أنا بتريدت النهاردة أقول أن إحنا عندنا مدرب كويس لأنه ما عرفش صحة ولا غلط حاجة صححة حلي أدواته بيستغل أدواته أنا دايما من أنصار أن المدرب يعمل اللي هو عايزه لأنه هو اللي شايف التدريب هو اللي عارف كل حاجة كل حاجة أد كده أي نقطة صغيرة هو شايفها في التدريب بيشوف اللعاب ده نفسيته عاملة إزاي اللعاب ده فاق ولا مش فاق اللعاب ده حينفز اللي هو عايزه ولا لأ إحنا بنتفاجئ ولما بنيجي نحلل بنحلل بعد ما شفنا المباراة مظبوط هو اللي شايف كل حاجة جوة التمرين فقادر يوظف وخصوصا اللي هو مدرب كبير ومعنادي كبير فأكيد مش حيألف يعني طبيعي هو إحنا بنفتكره أنه بيألف يعني زي ما بنقول في الكورة هذا بيألف لا يعني هو لو حضرتك فاكر في مباراة الإسماعيلي أو اللي بعدها لما نزل كريم فؤادنا حيث اللي مين إيه التغييرة دي عام كلنا قلنا أهلوية كلهم قالوا كده إيه التغييرة دي مهدي بقى وجيئنا كريم فؤاده ونجمل فرق الفترة دي دي يا كابتن إسلام الأدوات اللي هو عرفها وحافظها كويس وموظفها كويس مهداب برضو دي دا زكاء للمدرب غير إنه زكاء دي شطارة 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 إن أنا أطور العين العين بالزبط إن أنا شايف صح وإن أنا أطور أداء اللاعب في أماكن معينة يعني عندي لاعب أقدر أستغله هنا وهنا وهنا دي شطارة من المدرب إنه طور أداء يعني كان مدرب فيلر اللي كان مسك الأهلي قبل موسيماني قبل موسيماني كان الرجل البرتغالي لا سويسري لا سويسري دا دا كان قبل موسيماني فيلر قبل موسيماني أيوة دا كان رائع كان سوارش اللي قبل لا أنا بتكلم على فيلر كان مطور أداء العيبة الأهلي جدا جدا وحزنت إنه مش من مصر لكن هو اللي كان عايز يمشي صحيح فهو دا المدرب إنك إزاي تطور أداء اللي عيبتك فيه مدرب بيفرق مع العيب قوي وبيسيب بصمة مع النادي وفيه مدرب زي ما بيجي زي ما بيمشي صحيح هل دا نقول إن مدرسة السويسري دايما بتساعد في تطوير الأداء في 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 الفلق اللي بيمسكوها آه هل دا يودينا لكده دا اللي أنا شايفه بصراح يعني بيطوروا أداء لعبتهم جدا دا حصل مع فيلر وبيحصل دلوقتي آه لإنه النهاردة زي ما بقول لحضرتك كده كانت كل الناس يعني ما شوفنا برضو التشكيل النهاردة بيرسي تاو طب ما لعبتش شاد يحسين ليه طب ما لعبتش محمد شريف ليه لو إنت مش عايز لعب محمد لعب بيرسي تاو هو أكيد درس دفاعات المحلة عاملة إزاي أوكي إنه يقدر يختارقها إزاي فحط بيرسي تاو بيرسي تاو من النوعية المتحركة صحيح إنت كممكن تحط مهاجم محطة تلعب عليه كوار عالية لعبت المحلة مميزين في ديه فهو عايز حاجة من تحت وده اللي حصل والاختراقات حصلت من تحت كويس حتى الكورة اللي جابها بيرسي تاو والجل الأولاني معمولة في ظهر دفاعات يعني معمولة على ما بصراحة بيعمل أفرات علي هاي كان نبقى كان أيامك وواحدة بمغك كده علي بصراحة بيعمل كان عامل واحدة في الإنتاج الحربي قبل ما ينزل الدرجة الثانية من سنتين كده كانت نتيجة 2-2 لوالتر بواليا ايوا بالضبط ناوف كده قريبا نفس ايوا بالنفس لا هو بيعملها بسكت من وره شوي هو بيعملها ما شاء الله هو بيعملها عشر على عشر وبرسي حطها حلو قوي قوي حطها لمسة واحدة بس هو نام ليه لا بقول للناس يعني أنا هنشرح الكلام ده بعد طيب على الجانب الآخر يا كابتن اهي الكرة بص يا كابتن الحقيقة الحاجات دي طبعا اهي دي بتاعت بواليا اه فاكرها دي انتاج الحل بص زيها بالضبط ونفس المكان تقريبا بس دي ابعد شوية هو ميزة الأوفر بتاعه بعيد عن حارس المرمى صعيح بيلف البرة بعيد عن حارس المرمى عبر ما بتلاق ايوا عبر ما انت كنت بتاعمل الحاجات دي يا كابتن الاسلام بس انت من ناحية تانية ايوا هو هنا الكرة دي شبه كرة بالضبط ايها بص نفس اللاعبة ونفس البصة ونفس الوالتر بواليا هنا وهنا بص بيرسي ايه بتاعت النهارة حس ان هي هي حلوها بس دي على القريبة بقى بس دي على القريبة طبعا اه لأ مهودا بيواريك ان هو بيلعب بيلعبها هو بيلعبها في المكان بيلعبها في مكان مهاجم المكان اللي حتواجد فيه المهاجم هل ده كابتن اتفاق يعني هل المدير يعني احنا ايامنا كان منول ممكن يكون إسلام ممكن يكون محمد أي حد هل ده ممكن يكون اتفاق لا هو مش اتفاق هو تميز من معلول وفهم من المهاجم يعني المهاجمين واضح في النادي الأهلي عارفين معلول بيعملها إزاي زمان لما كنت في الكروم كان معايا محمد عبد السلام كنت أنا ومحمد عبد السلام ومحمد البيضة ثلاثة المعروفين في الكروم محمد عبد السلام كان بيعمل أفرات أحلى أفرات عايز أقول لك يا كابتن إسلام أنا كنت بلعب النادي الأهلي مرة في أستاذ القيارة في كاسم مصر كان عصام الحضري الحرس المرمى محمد عبد السلام أنا أطعت من نص الملعب رايح على التمنتاشر وبشاور له على المكان اللي يعملها لي فيه وعملها لي وعملها لك لا محمد عبد السلام طبعا فأنا بتكلم في إيه إن ده تفاهم أولا المهاجمين عارفين معلول بيعملها إزاي وخلاص متمرنين عليها ومكررة فعارفين يتواجدوا في الأماكن اللي هو بيعملها فيها فهي دي الميزة هو ده اللي بيفرق طيب نجاح النادي الأهل أو كيف ترى نجاح النادي الأهل في أنه يصل إلى نقطة 15 من 5 مبريض لا النادي الأهل السندي فاية قوي قوي مصراحة واخد طريقه عايز يوصل للدوري السندي لأنه طبعا فقدوا السنتين اللي فاتوا يعني مركزين من بدري واخدين فترة إعداد كويسة غير السنين اللي فاتت فدي حاجة طبعا حتساعد النادي الأهل إنه هو يستمر على اللي هو فيه تميز المدرب في قراءة لعبته وفهم لعبته وتوظفهم بالشكل المناسب في المباريات اللي هما بالعب طبعا مدرسة الهدوء ولا فيه مدرب يبقى واقف بره بيتنطط راح جاي وفيه مدرب زي كولر كده واقف دي مدرسة ودي مدرسة أنا حتى ما بقفش على الخط يعني أنا عن نفسي أنا بقف في وره بقى واقف المدرب العام مع كابت المصطفى عسكر بيبقى واقف على الخط لأنه هو اللي بيوجه كتير خلي بالك إنت وإنت واقف على الخط وبتقض تزعى أوه تقضي ما بتركزش كويس لكن أنا بحب أقف وره عشان أشوف المطش كويس في حاجة بوجهه فيها وهو يبلغهم أو أنا بطلع بلغهم فاتبع مدرسة الهدوء بالضبط اللي هي مدرسة كولر بس المدرب صبية بتعصب يعني ما فيه حاجات كده اللعبة بتطلع عينينا يعني لا بشكل عام فيه مدرستين مدرسة كابتن حسن حسن اللي هو كابتن حسام على طول كابتن حسام عصب جدا طول الوقت لا كمان غير العصبية طول الوقت بيتحرك ويجري ويعمل والحاجات دي خلي بالك هو طبيعته هم الاتنين صح طبيعته ممكن يعني فيه ناس بتشوف الحاجة دي حاجة كويسة جدا ان المدرسة بيبقى اكتف على طول صحيح فيعني أنا كان حتى يعني عايزة أقولها دا يا رئيس نادر انتاج الحربي اللي هو أشرف كان يقول لي انت ليه مبتوقفش على الخط كده وتعم زي حسام عصب أنا مش كده يعني أنا أحب أشوف المطش من بعيد يعني من ورا عشان أعرف اشتر عشان أعرف أركز عشان أشوف أغير مين هعمل حاجة تغيرة جوة الملعب حاجات دي هدوه برضو بيخليك تعرف تفكر كويس طيب مين أفضل لعب عجبك في الأهلي النهاردة أو في المباراة بشكل عام عبدالقادر عبدالقادر بس نفسي يخلص من الكرة بسرعة وعنده شوية أنانية قده جوة 18 يعني بصراحة هو مميز قوي واحد على واحد بيعمل حاجات كويسة جدا ولما عمل واحد على واحد الجول التاني ورح معدي وعملها بالعرض نموذجية جات جول لا ده هو ده هو ده المكان اللي تقدر تعمل فيه واحد على واحد آه بالضبط لا أنا قصدي أنه هو كمان لعبها لعبها صحي يعني بص لعدة ورح لعبها على طول رح عدت من الأولاني التاني جابها جول صحيح فعبدالقادر لما بيشتغل بسرعة وبيخلص من الكرة بسرعة لواحد لزميل بيبقى ممتاز لما بيطول في الكرة ولما بيبخل شوية دي بتخلي شكله مش كويس فأنت النهاردة عجبك أحمد عبدالقادر كأوضر؟ وتحركات برستاو وبرستاو أول مرة أشوف تحركات برستاو إيجابية جدا نهاردة وطبعا علي معلول بقفراته يعني طبعا عايز أقول لك كمان الاتنين الدفندرين السولية وديانج دول ليهم عامل كبير في أن الرباع اللي فوق ينجح عندك اتنين وتد يعني في نص الملعب الديانج ده يعني يعجبني جدا فدول بيخلوا الأرباع اللي فوق يضغطوا صح لأن دول ضغطين في ظهرهم بيعرفوا يستخلصوا الكرة صحة النهاردة برضو من مباريات الدوري فاز بيرمدز على المقولين العرب والزمالك على طلاع الجيش وفرقه على الدخلية فرقت على هذه المبارات فرقه تعادل مع الدخلية أو أنا أقسم فرقه تعادل مع الدخلية اتفرقت على فرقه والدخلية كنت لسه بتقولي الدخلية فريق جاي عجبني جدا جدا كابت الرضا برضو عنده حتة أنه فتح الملعب قوي برضو يعني بيدخل فيه جوال يعني لو قفل شوية مع الحتة البدنية خلي بالك المعاهم الدكتور أحمد عبداللطيف يعني مخطط أحمل دكتور أحمد عبداللطيف ده أنا هحكي لك قصة الدكتور أحمد عبداللطيف دكتور أحمد عبداللطيف ده أولا أخوي أو حبيبي أنا بحبه جدا ما عرفش أنت تعرف ولا لا ده صديقي لا هحكي لي هو فهو دكتور أحمد عبداللطيف ده أنا كنت بعد ما مشيت من النادي الأهلي كان نادي الأهلي اتخذ قرار إن أنا أمشي وأنا ماشي من النادي الأهلي فعدت شهرين تلاتة كده كنت مسافر فكملت تلات شهور مثلاً ولا حاجة وبعدين رجعت لعبت مضيت في حرص الحدود وخدت أجازة بتاع شهر كمان ولا شهر ونصف فرجع بعد أربع شهور بقى بكرش مين اللي مسكني؟ دكتور أحمد عبداللطيف دكتور أحمد عبداللطيف ده واحد من أفضل وأهم محللي مخططين الأحمال في مصر وانا مجد نظري أعيز أقولك ده في ليبيا بيعشقوه وغير النواة طبعاً يعني احنا أيامنا كان لسه بقى صغير يعني فمسكني حوالي برضو ثلاثة أسابيع أو شهر ولعبت مباراة من أحلى المباراة اللي لابتال مع حرص الحدود كانت أول المباراة لعبتال لأنه كنت واقف على رجلي الحياة بسبب دكتور أحمد عبداللطيف وخلينا نلعب 3-4 سنين كمان يعني أنا كان عام 33 بلعبت لغات 37 ولا 38 سبب سبب أنا برضو لعبت لـ 39 بسبب بعد ربنا طبعا دكتور أحمد لأنه كان مخطط الأحمال بتاعنا في طلاقة الجيش في الدخلية والشرطة أنا لعبت في الدخلية والشرطة كمان وكان هو موجود معنا لا هو وفاق بيفرق جدا مع الفرق اللي بيمسكها مخطط الأحمال له دور كبير جدا جد بص مهم جدا مخطط الأحمال ده ويبقى راجل فاهم عشان الإصابات عشان الإصابات طب أنا أقول لك بقى حاجة بيني بالدكتور أحمد أنا جالي غضروف وأنا فطلعي على الجيش أعيز أقول لك أن أنا لعبت مباراة بعد كام يوم رسمي مباراة رسمية بعد كام يوم غضروف قول أنت مفروض بعد 3-4 سبيع شهر لعبت بعد 12 يوم والله العظيم 12 يوم كان هو اللي بيأهلني لهو رجل يستحق مع اللي يقل بداية ورجل يعني هو دكتور في مجاله يعني زي ما احنا بنقول يعني أستاذ ونتمنى له يا رب كل التوفيق دكتور أحمد عبداللطيف فبقول لك الداخلية لأ شغلها كويس أوي كانت أفضل من فارقه يعني أنا فارقه بصراحة مش عاجبني مع المدرب البرتغالي اللي عندهم دفاعي بطريقة بحتة جدا عنده الحتة الهجومية قليل أوي كان أنا حتى خلي بالك الداخلية جابت جول في آخر دي كمان جول التاني بس ما تحسبش تحسب تسل لا تحسب فاول هو جنب قفز على الخصم أيوة صح بس أنا كشاف أنا ما شفتهاش لا هي فاول والله أوكي إذا أنا شفت كذا حد كانت بنها مش فاول لا 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 هي بالأمانة فاول أوكي لكن الداخلية لأ عملت مطش كويس مطش كبير وخصوصا من خارج مرعبها يعني أوكي بيرامدز والمقاولين يعني تفوق لبيرامدز طول المباراة أعتقد يعني المقاولين ما كانش فيه هجمات كتير قوي كنت شايفها نتيجة طبيعية جدا جدا لبيرامدز يعني طيب الزمالك وطلعها الجيش برضو فوز الزمالك على طلعها الجيش أربعة واحد نتيجة إيلة أوي أربعة صفر أربعة صفر نتيجة إيلة على طلعها الجيش النهاردة شايف لغاية دولة طلعها الجيش ماستفدش من طاقف اتغلب من الأهلي واتغلب من الزمالك طبعا فرقتين كبار الأهلي والزمالك لكن أداء لطلعها الجيش النهاردة يعني ما كانش يرتقي للمستوى اللي احنا متوقعينه يعني اعتمد كتير على الكوار الطويلة ودي ما فدتهوش قوي لأن اعتمد على خالد أمر وخالد أمر معاها تنين مدافعين طبعا كانوا واخدين منه كل الكوار الزمالك كان متقلق قوي النهاردة برضو زيزو الحقيقة واحد من أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة السنة اللي فاتت والسنة دي بداية السنة دي يعني أنا بشوف النوع واحد من أفضل اللاعبين في مصر إذا كان فيه تلاتة فهو واحد من التلاتة آه فعلا معاك حق زيزو عمل موسم استثنائي السنة اللي فاتت والسنة دي بدأ بقوة صحيح برضو الزمالك النهاردة ما كانش بيلعب بمهاجم ودي كانت مأثرة شوية ما كانتش كوي الأهلي عملها كويس لكن الزمالك ما عملهاش كويس لكن الزمالك الجول اللي جابه زيزو فتح له المباراة فتح المباراة وزيزو ضاقة ضربة جزاء كمان آه غير ضربة جزاء اللي ضاعت كان مفروض نتيجة ممكن تبقى خمسة كمان لكن أنا شايف النتيجة تقيلة قوي على نادي طلاع الجيش طبعا أنت عارف أنا ابن الجيش تمنى أنه هو يبقى طلاع الجيش دايما ما بتشوفش نوع بيخسر ببثل هذه الأرقام يعني ما بيخسر بيخل واحد صفر اتنين واحد يعني حتى ما بيجيش تلات جوان في طلاع الجيش من فترة طويلة جدا كتير ثلاثة خسر من الأهل ثلاثة اتنين واحد اي اتنين واحد وخسر من زمالك أربعة يعني برضو لأ يعني مش الطلاع الجيش اللي خسر الأربعة واضحني كابتzel محمد يوسف لسة ما تعرفش عنها لم يتكيف مع طلاع الجيش ممكن مباريات بكرة ان شاء الله برضو في الدوري العام ورنا المباريات يا شباب لا سمحتم في أمبي وحرس الحدود يعني أنا شايف أن أمبي ماشي كويس قوي الفترة اللي فاتت مع كابتن كوشري حرس الحدود يعني لسه مستوى برضو بعيد صراحة أنت عارف حرس الحدود وانت ابن من أبناء حرس الحدود كابتن أحمد أيوب يحاول في ظل الإمكانات اللي عنده لكن أمبي أنا شايف أن هي أفضل الفترة اللي فاتت فهي المباراة يعني تميل لأمبي أكتر تميل لأمبي أكتر سموحة وأسوان سموحة وأسوان طبعا أسوان تغيير سموحة ماشي كويس وأسوان ابتدى يمشي كويس ماتش اللي فات مع كابتن أمان رمادي هل المكسب ده يديله دافع يديله دافع كبير وأسوان على فكرة فرقة مش وحشة فرقة فيها خمات كويسة فيها خمات كويسة قوي سموحة اللي ماشي مع كابتن طالي العشي برضو بشكل كويس فمباراة أعتقد أنها ستبقى صعبة على الفريتين ومتكفئة التحاد سكندري وفيوتشر التحاد سكندري هزيمة يعني اعتبرها البعض غير متوقعة من المحلة في اسكندرية وفيوتشر المباراة اللي فاتت فاز 1-0 في مباراة كانت صعبة جدا هي المباراة هتبقى صعبة على الفريتين فيوتشر السنة دي مش مش في المستوى على فكرة والدخلية كان مطرود منها تنين لعيبة تتركت على المباراة دي فيوتشر مش في مستوى السنة اللي فاتت لغا دلوقتي مع أن عندهم يعني زخم من اللاعبين الممتازين بصراحة يعني ما عرفش ليه مستوىهم السنة دي حتى في بطولة أفريقيا في الكونفدرالية يعني برضو مستوى ما كانش كويس كذبهم ضربات الجزاء آخر مباراة بالعافية الانتحاد سكندري المستوى حلو برضو مشكلة انتحاده المحلة الجماهير يعني لما تكسب مطرد لا تكسب مطرد ولكن هتاخد الدوري وحتاخد أفريقيا والموضوع مش كده واحدة واحدة المباراة الأخيرة سيراميكا والإسماعيلي أنا شايف اللي هيخسر بكرة المدرب بتاعي يمشي سواء هنا أو هنا يعني أحمد سامي أو الجريده بتاع الإسماعيلي وبصراحة الإسماعيلي أنا حزين عليه يعني معلش فرقة كبيرة يعني الفرقة الثالثة بعد الأهل والزمالك المفروض كانت زمان وانت لعبت في الإسماعيلي وعارف طبعا طبعا إن هي بنقطة واحدة لغاية دلوقتي كرسة كرسة كبيرة لكن سيراميكا أنا شايف أن سيراميكا عندها يعني الإسكوان بتاعها أفضل والمباراة بتتجه لسيراميكا أكتر طب أخيرا قبل ما نسيب الدور يا كابتن رأيك في مستوى التحكيم حتى الآن في الخمس أسابيع الأولى والله هو المفروض الفار يساعد التحكيم أنا شايف الفار مش يساعد التحكيم يعني معرفش يعني دي مشكلة مين إحنا بص يا كابتن إسلام تلعبت كورة وعارف إحنا عندنا في مصر هنا الحكام دي مشكلتهم إن صاحب الأرض كسبان نمشي الدنيا عشان نخلص عشان الله يكسب ونخلص حلص ما بقاش فيه كده يا كابتن لا والله والله يتحصل ايوا طبعا طبعا انزل المنتز به وشوف شوف الحاجات دي كتير وما فيش فار كمان تحت بصبع شيء كتير دينا بتمشي بالضبط يعني أنا شايف رئيس لجلة الحكام اللي هو كلاتنبرج يعني أنا شايف إن هو عمل حاجات كويسة خاصة في حتة الاتحامات إحنا في مصر هنا كل الاتحام بفاول كل الاتحام بفاول لا جرى الموضوع شوية دي حاجة كويسة قوي أتمنى حتة الوقت الضايع اللي شغالة دلوقتي في كاس العالم تطبق عن دينا وتمنى البريه يبقى حسن وعشان هاني سليمان بالذات عموما هنكمل كلامنا ولكن هنرجع بقى نتكلم عن المونديال منديال القطر 2022 ورؤية كابتن عبد الناصر محمد عن ما يحدث في هذا المونديال من مفاجآت وهل صعود المغرب لدول التمانية مفاجآة ولا لا ولكن بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخر عزيزي المشاهدين كابتن عبد الناصر رأيك إيه في كاس العالم؟ مستمتع يعني به أو لا لا؟ جميل من أحلى النسخ صراحة فعلا فنيا 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 وتنظيمة كل حاجة وتنظيمة ومفاجآت صحيح مفاجآت أنت في دوري لذور المجموعات مش عارف مين اللي حيطلع ومين اللي حيقعد ومين اللي حينزي ومين اللي حيروح كاس العالم حلو قوي مستويات كلها متقاربة فتحس أن في مفاجآت ممكن تحصل في أي وقت وحصلت يعني الحمد لله المغرب أنها توصل برضو لدور الثمانية دور الستاشر هنتكلم عن مغرب لوحده ولكن بشكل عام في دور الستاشر شفت المباريات المنتخبات كلنا هل أصبحت كرة القدم أو القوى الكلاسيكية أو القوى الكبيرة في كرة القدم هي اللي بتسيطر؟ أكيد طبعاً بس في تغيير في طرق اللعب يعني مثلاً هولندا أنا مثلاً مباراة هولندا وأمريكا خلصت لصالح هولندا صحيح هولندا بقت تلعب بواقعية أفضل من الأول أفضل من الأول يعني كان زمن الكرة الشاملة ولا دلوقتي تلعب بواقعية هي عايزة تختصر الطريق عشان تكسب ودي حاجة كويسة يعني أنا شايفها في الكورة مهمة أوي أنا من المدرسة الواقعية على فكرة في الكورة إن أنا لازم أبقى أواقعي في كل حاجة ما حبش أقلف كتير أمريكا مستوها ده آخر بس في فانجل مثلاً يا كابتن فانجل فانجل المدير الفني للمنتخب الولندي هل براجل كبير عنده حاجة وستين سنة فهل بعد ما وصل للسنة ده ممكن يغير طريقته ولا سبعين سنة كمان المدرب الشاطر يا كابتن إسلام اللي يشتغل على القماشة اللي معاه وعلى الواقع اللي هو شغاله في الوقت الحالي كرة تغيرت كتير كرة تغيرت كتير جداً حقيق والحتة الدفعية بقت كتير يعني دلوقتي أعظم في العالم تلاقي العشرة وراكورة فيش حد ما بيدفعش لا لا خلاص لا كله بيدفع نهارده الشوت التاني عمل كتب وخصوصاً في النص التاني من الشوت التاني لا لي بقى واقف لك أنا واقفت عشان ما تديش المسيحات لأنهم أسرع دي شطارة دي شطارة من المدرب أن يقدر يشتغل كده ويقدر يشتغل كده خلي بالك يعني أنا مع فرقتي دايماً بمرنهم على كده وعلى كده على أن فيه مباريات حنضغط من فوق وفيه مباريات لا حنوقف حنوقف ونقعد للصبح مش مشكلة يعني أنا لما كنت ماسك إفسي مصف الدول الممتاز كنت بلاعب فرقة ودي دجلة كان المدرب اللي هو ماسك مبار فسيليو لا لا اللي ماسك البيرامتز دلوقتي تاكيس جونيوس تاكيس جونيوس أنت عارف تاكيس بيطلع بالكورة لازم يوصل لغاية حلق جول سحيح أنا كنت وقف له في المباراة دي في نص ملعب لا 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 نص ملعبك أنت عند الـ 18 الـ 90 دي أنا وقفت وخطفت جوله كسبت 1-0 أوكي هيا المباراة دي عايزة كده لأن إمكانات لعبك كده فهي الواقعية في الأداء دلوقتي هي اللي تاخده المدير الفني ما عندكش مشكلة بالضبط كده نخش على الأرجنتين وإستراليا طبعا الأرجنتين كسبت عايزة أقول لك أن المنتخب الأرجنتيني الألم اللي أخده الأولاني من السعادية فوقه ودي حاجة على فكرة دي حاجة كويسة أن أنت كفرقة تبدأ بخسارة بعد كده تفوق وتقدر تكسب المبارات اللي بعد كده كلها دي حاجة تحسب لمنتخب الأرجنتين ومدربه ما بقاش برضو إيه يعني كان عندهم مثلا عند التوفيق في مارتينيز المهاجم بيضايع فرص كتير وميسي كان بيحاول يساعده كتير لكن قدروا أن هما يلموا نفسهم قدروا أن هما يوصلوا للي هما عايزينه دلوقتي ومنتخب أستراليا منتخب يعني كويس أنه وصل للبرد فرنسا وبولندا فرنسا طبعا فرنسا ما شاء الله عندها يعني زخم من النجوم زخم من النجوم يعني حتى مع غياب كريم بن زيمة أوليفي يجيره عمل ممتلات رائعة تقلق تقلق تام وده تحسب للمدير الفني برضو يخلي البديل بالشكل ده أنه يشتغل بالشكل ده ففرنسا من الفرق المرشحة لأنها تأخد أو توصل للنهائي فإحنا شايفين مباريات مباريات كلها حلوة فيها مفاجآت كتير نخش على مثلا على المباراة اللي بعد كده كان فيه إنجلترا إنجلترا طبعا ما شاء الله السنة دي مش يكري بلاك الكويس قوي لا إنجلترا كمان مختلفة عن قبل كده قبل كده كان إنجلترا عندها محترفين كتير في الدوري ما كانش بيعمل منتخب كويس دلوقتي لا قدروا يصلحوا المعادلة دي ويطلعوا بمنتخب تي جيد منتخب كويس هاريكين الهدف بتاعهم كان شغال الفترة اللي فاتت إنه يعمل أسستات قدر يسجل يعني ابتدوا يطوروا نفسهم عندهم طبعا الهندرسون وديكلان وبيلينجهام يعني كلهم اشتغلوا تلاتة بتوع نص الملعب دول هم دول الفرقين معهم قوي ومخليين هاريكين فاي ومخليين منتخب الإنجليزي كله فاي السنغال إحنا تصدمنا فيه أنا تصدمت فيه بصراحة وأعتقد أنت ممكن تكون تصدمت فيه بالإنجال لا السنغال 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 مستوى وحش قوي في كاس العالم صحيح وساديو ماني واضح عدم وجوده مؤثر على منتخب السنغال كقائد كمان أنت تحس إن ساديو ماني زي مثلا إنت لو شلت محمد صلاح من المنتخب مصر هتحس المنتخب مصر هيتقصر آي ومزبوط حتى إنه هو كقائد للمنتخب ودي مهمة قوي أنت طبعا عارف زمان مثلا كابتن حسام حسن لما يبقى موجود في المنتخب بتبقى المنتخب عمل إزاي مش موجود بيتأثر إزاي المنتخب قائد جوة الملعب دي مهمة فواضح إن المنتخب السنغال أنا شايفه إنه تأثر كتير قوي بعدم وجود ساديو ماني أوكي اليابان وكرواتيا دي أضعف مباراة فانيا نشفتها في دور الستاشر يعني هي خلصت بدربات الترجيح لكرواتيا بس اليابان بيلعب بحماس ما عندهمش نجم كرواتيا برضو حتى كرواتيا تحس إن كبروا لا كبروا في السنة لسه هقول لك كبروا في السنة زي بلجيك فابتدوا يتأثروا بتتالي المبارايات صحيح زي بلجيكا كده فمباراة شفتها ضعيفة فنيا قوي من أسوأ المباراة اللي كانت في دور الستاشر البرازيل وكوريا طبعا مش هنتكلم مش هنتكلم أنه نقول إيه البرازيل في نص ساعة أربعة أخيرا المغرب يا كابتن يستطيع أن يفعل شيء أمام البرتغال يعني خصوصا دلوقتي أنت ما تيجي تتكلم هتقول إن المغرب إما كانش رقم سبعة أو ستة في العالم ودلوقتي رقم تمانية في العالم بزبط هل يستطيع يعني آه يستطيع يستطيع ويستطيع كمان معلش أنت تعدي يعني عديت المنتخب الأسباني صحيح حيبقى ما عندكش القوة والحماس الرهيب أنك تعدي منتخب البرتغال يعني دي فرصة كبيرة فرصة كبيرة مش هتتعوض لمنتخب المغرب يعني إحنا بنشكرهم على الفرحة اللي هم صدرواها لنا بصراحة أي كلنا مفرحانين بمنتخب المغرب أنا مبسوط جدا وحاسس أن الكرة الأخيرة اللي جات في القايم بتاعة أسبانيا على قلب يوقع بس حسيت أنت تعرف لما نقول خلاص المغرب حالكس أه بس في الكرة كابتن برضو واللي لعب يفهم اللي أنا هقوله ده كويس لأنه لما بتعمل حاجة غلط بشكل جماعي بيتمع عقابك وده حصل معه في مباراة أسبانيا واليابان لما أسبانيا سابت اليابان تكسبت أيوة وجهة نظري فأنا قلت العقاب حيجي حيجي ممكن يكون في النهائي عشان ما تقابلش عشان ما تقابلش بقية المباراة لكن سبحان الله جالهم العقاب بعد المباراة اللي بعدها في المباراة اللي بعدها أعجبني مدير الفني بتاع المغرب الرقراكي أنه هو لعب بالطريقة المناسبة لي ومصمم عليها ومش عيب وأقول لك حاجة يعني هو كان أخطر في بعض الهجمات المرتدة طبعا الاستحواز لأسبانيا سيب الاستحواز لأسبانيا هيعمله به ما عملوش بحاجة لأنه كان مقفل كويس قوي 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 وكان بيروح بهجمتين يعني راح بهجمتين كان ممكن يخلص المطش فيه في مقابل الهجمة الوحيدة بتاع أعتقد أسبانيا اللي هي جات في الأيم اللي هي في آخر في الشوط الإضافي التاني اللي هي كان ممكن تنهي المباراة لكن المغرب تستحق النجوم هم حكيمي وحكيم زياش ومرابط ده بقى الحكاية حكاية حكاية في نص الملعب طبعا غير حرس المرمى يعني اللي تقلق بسين بونو بونو يعني حاجة يعني أولا حرقته في ضربات الجزاء عجبتني جدا حرقة رجليه الفوتورك بتاعه عجبني جدا جدا لأنه نخلي اللاعب اللي بيخش مش عارف يحطها مش عارف يحطها عشوائية عارف هو بيعمل ايه هو عارف وفي ضربة جزاء والله يا كابتن الإسلام في ضربة جزاء اتحطت على يمينه أنا قلت هو راح مرتين هنا قلت حيروح حيروح شمال آه يمينه يعني هيروح على يمينه وراح وجبها فلا هو ما شاء الله يعني كان سبب رئيسي طبعا في صعود المغرب اللي نتمنى أنه هم يكملوا على كده يا رب يكملوا يا رب إن شاء الله لأنه الحقيقة كلنا زي ما كابتن عبد النصر قال ننتظر فرحة مغربية إن شاء الله وفرحة مغربية وعربية وإفريقية خلال الفاتر القديم أنا بشكرك جدا يا كابتن عبد النصر على وجودك معنا دايما بنستمتع بوجودك شرفت ونوارت وسعدت جدا بالقام ربنا يا حريكة في الإسلام وبشكر كل طاقم العمل اللي معاك وربنا وفقك دايما كده رب شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عبد النصر محمد هنطلع فاصل وبعد الفاصل كواليس المنديال من خلال أحمد مجدي ومحمد مصطفى محلل كرة القدم العالمية ولكن بعد هذا الفاصل